المقطع الثاني أو الجزء الثاني من هذه المحاضرة سيكون عن البروبات سنتحدث عن البروبات وكيفية العناية بها وأصنفها بداية أن تصوير الأمواج فقصوتية هو فن مثل أي فن فالرسام عندما يريد أن يرسم لوحة فنية يحتاج إلى أدوات وهي الفراشي التي تقوم برسم اللوحة الخاصة به وأما بالنسبة للمستخدم الجهاز أمواج فقصوتية فأن لديه أيضا أدوات تساعده برسم صورة الإيكو بأفضل ما يمكن وهذه الأدوات هي البروبات إن هذه البروبات لها عدة أسماء يمكن التطرق لها باللغة العربية وهي البروب ميجاس ومبدل ومحول مساح ورأس مساح إن أي من هذه المصطلحات أو هذه الأسماء هي تعود إلى هذه البروبات نفسها لماذا سمي المبدل بمبدل؟ المبدل يقوم بإرسال حزمة صوتية للجسم ويستمع إلى الصدى العائد المتولد عن هذه الحدود الفاصلة بين الأسجين سميه بمبدل لأنه يبدل الطاقة من شكلهم إلى آخر مثل أن اللمبة الكهربائية تحول الطاقة الكهربائية ضوء فإن المبدل هنا لدينا يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية والعكس بالعكس فعلى سبيل المثال الكريستال تستقبل إشارة كهربائية وتعطينا إشارة ميكانيكية وهي أمواج فاق صوتية أو بالعكس تقوم تستقبل أمواج فاق الموجة الميكانيكية وإعادتها إلى موجة كهربائية المصطلحات الأساسية التي ستمر معنا في هذه المحاضرة ويجب أن نعرفها المصطلح الأول هو فوتو برينت ومصطلح الثاني هو أكوستيك ويندو فوتو برينت يصف سطح المسح للمبدل أو الجزء من المبدل الذي يكون على تماث مع المريض وحجمها يختلف حسب تصميم المبدل أما الأكوستيك ويندوز فإنها تشير إلى موقع في جسم الإنسان المستخدم لإظهار الصورة التشرحي المطلوبة نلاحظ هنا لدينا خمس نوافذ لحصول على الصورة الملاحظ الأساسي أنه يجب أن تختار مبدل له فوتو برينت متناسبة مع أكوستيك ويندوز الفوتو برينت هي تكون على هذا الشكل هذا قسم الأحمر هو الفوتو برينت الخاص بالمبدل إن أي بروب أو أي مبدل يقسم لهذه الأقصام كوننكتور الذي يوصل على الجهاز كابل وبيت لوضع البروبات البوردات أو البورد التحكم بداخله وكريستالات وعدسة إن هذه اللون الأحمر هي عدسة وهي تصيف الفوتو برينت الخاصة بالبروبة التعقيم يجب الإشارة إلى أن مواد البيزو كهربائية المستخدمة في الكريستالات لها قابلية لتحويل الطاقة من أمواج ميكانيكية إلى إشارة كهربائية والعكس بالعكس ولكن هذه القابلية تفقدها هذه المادة عند تتعرضها لدرجة حرارة مساوية أو أكبر لحرارة كوري والتي تقدر 243 درجة بأموية لهذا السبب لا يمكننا استخدام درجات الحرارة العالية للتعقيم والمبدلات ويتم تعقيم البدلات من خلال بعض المواد مثل السايدكس وبعض المواد التعقيم الوسيطة إن البروبات تمتلك أحجام أو عمار متعددات مختلفة من أجل الدراسات المختلفة ولا نننسى أن البروبات سريعة الكسر والغالية حيث أن البروبات تتراوح أسعاره ما بين 5000 دولار إلى 3000 دولار للتبديل معظمها لا يشمل الضماء خصوصا إذا كان العطل نتيجة سقوط ينصح بقراءة الكتائية بمرفض من الشركة الصانعة حتى ينتعرف على ما هي آلية العناية بالبروب وكيفية التعامل معه وتعقيمه أحد تصنيفات البروب هو شكل حزمي نلاحظ أن البروب هو التوضع الكريستالات تكون على شكل خطي لذلك يسمى البروب خطي وهنا نلاحظ أن التوضع الكريستالات أو شكل الحزم هنا على شكل منحني لذلك يسمى البروب منحني أيضا البروب الذي سنستخدمه كطباء قلبية هو البروب القطاعي نلاحظ أن الشكل له هنا قطاعي وهو أكثر الاستخدام بالنسبة للطباء القلبية التصنيف الثاني هو حسب التردد فلذينا بروبات بتردد وحيد 2.5 وهذا أول ما بدأ به علم الإيكو ثم انتقلت وتطورت إلى ثنائي تردد بحيث الطبيب إذا كان بحاجة إلى تصوير بتردد مختلف لا يتطلب منه تغيير بروب وإنما فقط تغيير التردد فأصبح لدينا دول فريكوانسي 2.5 و 3.5 ثم تطوروا وأصبح لدينا على سبيل المثال 1.5 و 3.5 و نسموه ملتي بريكوانسي وآخر التقنيات المحادية ثيلوتي وصلت لها العلم وهي حزم عريضي أو برود باند والتي تبدأ لك مجال تردد من 1 إلى 3 على سبيل المثال فإنه يأخذ مجال كامل من 1 إلى 3 يرسله كاملا ويستقبل هذا المجال كامل وثم يعالج الداتا حسب أبعاد التصوير لدينا أحادي بعد مثل بروب الأعمى الذي لا يمتلك صورة بمجرد طيف دوبلر أو بروب ذو كريستالي وحيدة فإنه يعطي صورة أحادي البعاد ثم انتقلنا إلى بروب ثنائي البعاد بحيث قمنا بتدوير هذه كريستالي أو وضعنا مصفوفة كريستالات بجانب بعضها أحسن على صورة ثنائية البعاد مثل هذه البروبات الموضحة بين المهبلي أو مايكرو كومبكس هنا أو القدمي الخطي أو الخطي العادي ولدينا التصنيف الأخير الثلاثي بعد أو الرباعي بعد المنحني والحجمي والإلكتروني الثلاثي الأبعاد القلبي والمهبلي الثلاثي الأبعاد أيضا لدينا تصنيف حسب التطويق فلدينا بروبات قلبية للكبار والصغار والخدج والعبر البري على سبيل المثال هنا لدينا S4 هي تحمز إلى بروب قلبي كبار S8 بروب قلبي للصغار S12 بروب قلبي للخدج لاحظ أن هنا تردد من 5 إلى 12 على سبيل الميسان هنا من 3 إلى 8 وهنا من 2 إلى 4 لدينا الربعة بالمرئس 2 إلى 6 وهو مجال التردد من 2 إلى 6 لدينا الربعة أعمى بتصنيفات مختلفة لدينا أيضا غير الربعة القلبية تطويق الأوعية تصوير السباتي وتصوير الأطراف تصوير عام بطن بغولي وغضمية والنسائية توليد لتصوير الثلث أول وثلث ثاني وثلث الثالث هذه حسب تصنيف فكل تصنيف له بربعة خاصة من ميزات البروبات المختلفة أن البروب المنحني لديه حق البعيد واسع بحجم جيد للمنفذ من أجل الدقة جيدة في الأعماق لذلك يستخدمه جماعة النسائية وجماعة الداخلية أما البروب الخطي فإنه يمتلك الحق القريب واسع لتصوير العضاء السباحية مثل تصوير أجزاء الصغيرة أو بعض الأوعية ويكون بتردد سبعة ونصف أو أعلى لدينا أيضا برب قطاعي يكون منفذ تبعه صغير فوتو برينك لديه صغيرة ومما يصبح له الصورة تخترق بين الأضلع يحصل على صورة جيدة يستخدمها جماعة القلبية غالبا تكون ترددات القلبية من 1 إلى 12 بالنسبة للجهاز بشكل عام أما بالنسبة للبروب في يكون 1 إلى 3 إذا كان للكبار بالبروب أو 3 إلى 5 قد يتطلب إلا 8 أحيانا للأصفال ولا يخداج من 4 أو 5 إلى 12 غالبا ما يكون تردد البروب في تطبيقات البطن 3 ونصف أما في تطبيقات النسائية 2 إلى 5 وتطبيقات الأوعية هي 7 مقات أحد الأشكال الإضافية هي أن هناك بروب عبر الأوعية إنترا باسكولار في عنا عبر المريض تي نون إميج بروب وبروب مهبري فيجينا العطال التي لست يتصادفها بالبروبات البروب التعطل بسبب القتل على الكابل أو التعريه أو كسب الكريستالات يجب أن يتم تغيرها لأن نقوم بتشغيل الجهاز في حال وجود أئي من العطال التالي لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى تأثير على الجهاز وتأثير على الصورة جيدة وقد نعطي نتيجة خاطئة عند استخدام بروب عاطل أو فيها عطل بالكابل أو بالكريستالة لأن صورة الإيكو هي عبارة عن صورة داتا معلومات يجب أن تكون دقيقة من أهم الأعطال الأمور التي ننتبه إليها وضع البروبات في مكانها الصحيح نلاحظ هناك بروب لا يجب عدم وضع البروبات بهذا الشكل الخاطئ لأنه قد يؤدي إلى أن يقع رأس البروب أو جث السقيب بالبروب إلى الأرض فتنكسر الكريستالات والكريستالات تعتبر مثل البلور قد تنكسر أو لا ولكن عند استضامة توقع بنسبة 90% أنها تنكسر وبالتالي نخسر البروب ويحتاج إلى تبديله وأن عملية أصلحه نوعا ما صعبة لكن هناك بعض الوصانع التي تقوم تصنيعها بهذه الأيام أيضا هناك توضع للكابلات إن الكابلات يجب عتم وضحها بهذا الشكل لأنه يؤدي إلى تقطيعها أو تعريتها فيجب وضعها في حامل البروب الخاص بها أيضا يجب قبل استخدام البروب الفحص البروب من العنق أو من الكابل أو من العدسة أو رأس البروب ننتبه عدم وجود مثل هذه العطال التي تؤدي على تأثير على الصورة وتسوء الصورة نهاية هذا المقطع سننظر إلى أحد الصور التي تميز لنا وجود كسف الكريستالي الذي يعطي شهاده أسود على كامل الصورة ومما يؤلل من دقة الصورة وبهذه الحالة يجب تبديل هذا البروب لأنه لا يمكن التعاون مع مثل هذه البروبات وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة